رياض ومدارس الوطن العربي مادة الرياضيات درس الأنماط هلأ أحبايبي رح نتعرف على صديقنا بطوط بطوط هاد قام بعمل أنماط مختلفة باستخدام أشكال ومجسمات مختلفة ورتبها وفق قاعدة معينة استخدم نمط معين قاعدة معينة ورتبها خلينا نشوف الأشكال والمجسمات اللي استخدمها بطوط استخدم الدائرة والمكعب والأسطوانة دائرة مكعب أسطوانة وهي كمعنى دائرة مكعب أسطوانة دائرة مكعب أسطوانة لاحظوا أنه بطوط استخدم نفس اللون ونفس الشكل ونفس الحجم ما غير فيهم إشي إذن النمط يا ثالث هو تكرار الأشكال حسب ترتيب معين وتتغير بانتظام تتغير بانتظام يعني أعدى عم تتكرر بانتظام لانتظام نفس الانتظام انتظام الشكل انتظام اللون انتظام الحجم نفس الإشي ما بغير فيهم إذا بدي أغير في اللون معناته بدي يختلف في النمط فبتنتبهوا هون حبايبي لا اطلعوا هون حبايبي على المثلثات اللي قدامكم هاي المثلثات فيها لونين قاعدين عم بتكرروا لهم الأبيض والأسود أبيض أسود هاد التكرار منسميه بوحدة النمط لأنه قاعد عم بتكرر بكل مرة هلا أحابي بركزوا في هذا النمط ولحالكم اكتشفوا وحدة النمط أو قاعدة النمط يعني الإشي اللي قاعد عم بتكرر شو هو اللي عم بتكرر ممتازين الدائرتين زهريات والدائرة البرتقالية طب نشوف النمط اللي بعده رائعين أحسنتم اللي هو وجههم مبتسام ووجههم ضاحك خلينا ننتبه للنمط التالي ونحدد وحدة النمط ونشوف النمط بيبدأ بدائرة مربع دائرة مربع بعدا بنتهي دائرة مربع نفس اللون نفس الحجم نفس الشكل قاعد عم بتكرر اللي هو دائرة ومربع عنته وحدة النمط دائرة مربع دائرة بنفسجية ومربع أصفر ممتازين رائعين هلا ننتبه للنمط اللي بعده شو الشكل اللي قدامنا يا ثالث تذكرتوه؟ متوازل مستطيلات أحسنتم كم حرف إلو؟ رائعين 12 حرف كم رأس؟ ثمن رؤوس كم وجه؟ ست أو جه جميعها مستطيلة طبعا هاي المعلومات كلها يعتاه حفظ خلينا نشوف تكرار النمط قاعدة النمط عنا متوازل مستطيلات كبير متوازل مستطيلات صغير كبير صغير كبير صغير إذن شو هي وحدة النمط؟ كبير صغير ننتبه للنمط الجديد اللي قدامنا لحتى نكتشف وحدة النمط نجمة نهدية زرقاء بيضاء نهدية زرقاء بيضاء نهدية زرقاء بيضاء ايش الاشي اللي عم بتكرر؟ احسن طم نهدي زرقاء بيضاء بنا نحدد وحدة النمط من خلال وصف النمط بالكلمات نتبه للنمط اللي قدامنا مثلث مثلث دائرة مثلث مثلث دائرة مثلث مثلث دائرة اذا وحدة النمط مثلث مثلث دائرة ومنكتبها بالكلمات نشوف النمط اللي قدامنا سهم للأسفل سهم للأعلى بيبدأ في السهم للأسفل وبنتهي عند السهم للأعلى بيبدأ في السهم طبعا للأسفل وبنتهي للأعلى إذن محددت النماط صحيح سهم للأسفل سهم للأسفل وسهم للأعلى خلينا نشوف هاي الأشكال المرتبة أمامنا دائرة خضراء دائرة زرقاء دائرة برتقالية زرقاء خضراء برتقالية خضراء زرقاء برتقالية هل الدوائر مرتبة بنفس الانتظام يعني نشوف الانتظام الأول أخضر أزرق برتقالي هل هذا الانتظام تكرر معي ما تكرر معي بدأنا المرة اللي بعدها بالأزرق بعدين الأخضر بعدين البرتقالي إذن هل هذا نمط يا ثالث هذا أحسنتم هذا لا يعتبر نمط هذا مش نمط موسيقى